السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي في سنة الثالثة متوسط ولحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا كالعادة معكم أستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي نعطيكم اليوم ملخص الهندسة للفصل أول معتها تلاميذ سنة الثالثة متوسط وش يقدر لهم يعني يطيح في الاختبار كتمرين في الهندسة وكيفش لازم يبرهنوا عليه خاصة خاصة تلاميذي يقولوا أستاذ كيفش نعرفو أن برهنوا إذن يلا عندنا درسين فقط في الهندسة سهلين جدا ويلا نريكم كيفش نرسم وكيفش طبعا برهن إذن الدرس الليولي هو حالات تقايس المثلثات ولا المستقيمات الخاصة في المثلثات إذن يلا نقرأ هذا الدرس نفهمه يتقايس مثلثان إذا تحقق شرط واحد من بين الشروط التالية مع أنت اللي هنا ويقول لي وقتشوا قلبي هذا المثلث كما هذا ولا هذا كما هذا ولا هذا كما هذا مع أنت أنتم أبنائي في التمري كما شفنا في الاختبار وحليناه نرسم مثلث ويعطيني نرسم مثلث آخر ويقول لي بيني بلي هذوك الزوج كيف كيف ولا يقول لي أرسم مثلا مربح وبعد يخرج لي زوج مثلثات منهم نفهم ويقول لي بيني لي بلي هذا هو نفسه هذا إذن يلا هنعطيكم برهن كيفش نبينه بلي مثلثان متقايسا إذن يلا قال لي يتقايس فيه يعني نقول أن مثلثان متقايسا إذن مثلا نقول بأن A B C يقايس E F G إذا تقايس فيه ماضي العان وزاوية محصورة بينهما معنت أبنائي وشنو معنتها E F لازم يكون هو نفسه A B معنت إذا هدأ قتلكم زون سنتيمتر هذا لازم يكون زون سنتيمتر و F G يقايس B C معنت إذا قتلكم هذا مثلا الثلاثة هذا لازم الثلاثة والزاوية المحصورة بينه معنت增 زاوية شوفوا أي محصورة بينه محصورة بين هذا وهذا حاصرينها في الوسط نفس الشيء هذا وهذا نحصرين الزاوية B في الوسط الزاوية F تكون تساوي الزاوية B معتها إذا قلت لكم هذه 30 هذه تساوي 30 إذا صبنا كل شاكة قل يستدب صحنا من جيبها؟ من المعطيات؟ هو وحده يقول لي يقول لي بلي مثلا أرسم هذا يساوي هذا ولا مثلا أرسم مثلا مستاقيم مفهوم مثلا يقول لي أرسم مستاقيم ومبعد قسمه عن النص وحده نكتشف بلي هذا هو هذا مفهوم إذن ذفوة صح يقول لي يعطيها لي في المعطيات ومرت لا أنا نكتشفها نقول بما أن مثلا أو منتصف زعم أبي فإن هذا الطول يساوي هذا الطول مفهوم هذه كيفاش نقدرون نجبدو الأطول إذا ما عطاهم ليش يلا إذن قلنا بالنسبة للحالة الأولى قلنا ظلعين متقايسين وزاوية محصورة بينهم يلا العكس صحيح قال لي يتقايس مثلثان إذا تقايس فيهما زاويتان وظلع محصور بينهم ذو كان العكس حصر الظلع معتها الزاوية أ تساوي الزاوية أ الزاوية أف تساوي الزاوية ب والظلع لو محصور بيناتهم هذا مفهوم يعني أنت الزلع أبي يساوي الزلع أف عفون أف مفهوم إذن نقول حتما 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 فإن هذا المثلث يقايس أبنائي ما تكتبوا ليش يساوي فإن المثلث أف ج يقايس المثلث أبي سي مفهوم إذن هذه الحالة التانية إذن شوفوا زج ظلعين والزاوية محصورة بينهما زو الزاوية وظلع محصور بيناتهم ولا الحالة الأخيرة إذا تقايس فيهما الأضلع الثالث هذه معروفة إذن الطول أف يساوي الطول أبي الطول بي سي يساوي الطول أج والطول أجي يساوي الطول أسي إذن نقول حتما فإن المثلث أف ج يقايس المثلث أبي سي إذن هذه الحالة التانية لازم عليها نرسم ونشوفها في المعطية توجي أعطاني إذا مثلا نعطاني ظلعين وزاوية نعرف باللي راني هنا في هذا الحالة إذا أعطاني زاوية تنوذل نعرف باللي في هذا الحالة إذا أعطاني فقط الأضلع ومهضر ليش على الزاوية إذن نهضر ولا نعرف باللي روحي في هذا الحالة وحداري هذه نكتبوها ما فهم هذه هي النتيجة اللي نستخرجوه بها مع أنت نضرهنه بالأطوال والزاوية وفي الأخي نقول المثلثا متقيسا لأنه عندهم زاوية محصول بيناتهم وظلعان ومثلا ثلاث أضلع متقيسة إلى غير ذلك مع أنت هذه صحتكم أبنائي إذن هذا بالنسبة للدرس الأول نفس الشيء أبنائي بالنسبة لحالة تقيس مثلثين قائمين مع أن تكون عندي مثلثين قائمين عندي يعني حالة فقط وليس ثلاثة إذن وقتشن قل بلي المثلث القائم A B C يقايس المثلث القائم E F G قال لي إذا تقيس فيه ما أوت هو زاوية حد إذن وروت هو الأطوال مع أنت A C يساوي E G هذه وحدة وكذلك زاوية حد سواء تكون هذه الزاوية الحد J مع C أو الزاوية الحد E مع إذن نقول بلي أن المثلثين القائمين تقيسين إذن وطر واحد يكفي وزاوية حد أقول إستاذ والشرط الثالث لا لأنه نعرف بلي المثلث القائم هذه نفسها هذه إذن مفروغ منها يلا الثانية قال لي إذا تقيس فيهما الوطر وظلع قائم مع أنتها E G يساوي A B والظلع قائم سواء هذا مع أنتها B C مع E G وعفوا F G ولا F E مع A B مفهوم إذن الناس يكون مع الزاوية القائمة هذا الزل الأخر إذن أقول بلي أن المثلث A B C يقايس المثلث E F G إذن يلا أبنائي أتذكر يعني تمري نائع في الهندسة اللي نعطيه لكم بش نبينكم كيفاش برحلة يلا في التمنين تعال هندسة ولا في هذه الكتب هذه اللي يكتبها اللي تعتبرين يقول لي لدينا مستطيل A B C D يقول لي الرسمو مثلا يعطيني الأطوال A B C حل و B C حل وناندير مثلا أبنائي مدام مستطيل معتها هذا الطول يساوي هذا الطول وهذا الطول يساوي هذا الطول مفهوم يلا هذا يقول لي أستاذا نعرفها قال لي أعلم ومنتصف A D إذن يلا هذه ها هي مثلا إذا كانت ربعة هذا رح يكون مثلا زوج وهذا زوج مفهوم إذن قل لي أستاذا هذه تاني سهلة اللي هنا وش يقول لي يقول لي يبين أن A O B يقايس O D C مع أنتها هذه المثلثة لو الفوقة يقايس هذه المثلثة لو تحتها إذن يلا أبنائي كيف يكون البرهان كالتالي إذن لحتوا بلهنة بما أن هذا مستطيل وش ما تقولي أستاذا له أربع زاوية قائمة إذن هذه هذه زاوية قائمة وهذه زاوية قائمة إذن يلا أكم خدمتوا بزاوية مع أنتها جبتوا زاوية A قائمة تقايس الزاوية القائمة D هذه واحدة نقوله بما أن كذلك مستطيل بما أن A B C D مستطيل دو من العود نولو المعطيات و O منتصف A D فإن الطول A O يقايس الطول O D يلا أجبدنا زاوية يلا A زاوية مع D مفهوم يلا أجبدنا بلي الطول A O يساوي الطول O D إذن وشي خصي ها عندي زاوية وعندي مستقيم إن زيت ضلع آخر ولا عندي ضلع وزاوية نزيت ضلع نقوله وبما أن نفس الشي A B C D مستطيل فإن كل يعني ضلعا متقابلا متقيسين إذن الطول A B يساوي الطول وشنو B يعني D C نفهم إذن D C إذن قلت له بلي هذا هو نفسه هذا وهذا هو نفسه هذا وهذه هي نفسه هذه فإنه حتما المثلثين A O B يقايس المثلث O D C حسب الخاصية اللي تقول لي وش تقول لي عندي زاوية وظلعان محصورة يعني عفوا ظلعان وزاوية محصورة بينهم وفهم معنا نكتب له وش من قاعدة اللي خرجتها منها الدرس التاني تعلها هندسة اللي قرينها هي نظرية طالس ولا كين اللي سميها تناسبية الأطوال نفس الشي أبنائي سميها تناسبية الأطوال ولا نظرية طالس نفسها إذن تهضر على نفس الشي سواء الشكل واللي يجيني هاكا حذري أبنائي إذن دوما دوما كيجيني هاكا تبعو يعني هذا اللي يجيكم يعني بزف كي يعطيني هاكذا الشكل هذا نشوفو كيفاش عامل نبدأ دوما هو تناسبية الأطوال معناتها طول على طول طول على طول طول على طول دوما نشوفو كيفاش ندو كيجيني هاكا دوما ندي آ أو على أو دي نديلو معناتها آ أو على أو دي تساوي OB على OC وتساوي مثلا OB على CD معنى هادي كيكون عندي هكا شوفو كيش هاني نمشي هاني نمشي هكا مع هكا هكا مع هكا وهذا مع هذا لكن شوفو كيكون عندكم يعطوه لكم يا هذا يا هذا لكن تركيز إذن هنا لا لا إذن OB على OC معنى تشوفو الصغير على الكلي تساوي OA على OD معنى صغير على الكلي نفس الشي الصغير على الكلي AB على DC حذري تلميدي كثير يعرفو كيفاش يحسبوه لكن الأطوال ياخد فقط واحد غالط يعني ياخد مثلا OB يقولك لا ناخدها على BC لا ناخد OB على OC معنى صغير على الكلي صغير على الكلي صغير على الكلي هنا لا لا مشي كيف ناخد هذا مع هذا هذا مع هذا هذا مع هذا إذن بعيد الشرط تخرج يعني الحساب بتاعهم خاطئ إذن يلا أبنائي نوريكم كيفاش نحسبو به ولا نستخرج به الأطوال إذن يلا ناخدوه المثال هذا يقولي إذا علمت أنه هذا OB يوازي أمسي وهدي لازم أبنائي معنى هذا يوازي هذا في نظري طالس لكم يكونوا مشين متوازين ما ناخدوش نحسبوه نفس الشي بالنسبة للشكل الأخر هذا مع هذا لازم يكونوا متوازين يلا يقولي أحسب طول بي سي معتها يلا أحسب لي هذا لكن أبنائي يطلحتوا بلي أطوال الأخرين يعطيه هنا عطاني هذا L وعطاني OL وعطاني اللي هنا الكل اللي هو شنو OC إذن يلا إحنا لازم وش قلنا قلنا دوما نبدأ هكا OL على OM معنتها الصغير على الكل تساوي OB على OC وتساوي LB على MC ونبدأ نشوف هذا مثلا LB مع MC ما أعطانيش الأطوال ما عندي ما نخدم به إذن هادو هما لحنا نخدم بيهم إذن تلاحظو أبنائي اللي أنا رأني لازم نحوص قبل على OB هذا ما عنديش كيفاش نبحث عليه لازم نبحث عليه قبل ما نبحث على BC لكن أعطاني الكلي هذا وشن هو الكلي اللي هو 6.5 سنتيمتر إذن يلا يعني العملية الثلاثية OB تساوي OL ضرب OC على OL ما فهم إذن كلهم عندي عندي هذك 3 يعني OL 3 نحط 3 OC 6.5 نحط 6.5 OM 4.6 نحط 4.6 ونحسب عادي بالألة الحاسبة يلا إذن يلا أبنائي أنا OB خرجته اللي هو 4.24 وهذا عندي شحال هذا 6.5 ندير 6.5 ناقص 4.24 تخرج لي BC شحال 2.6 وعشرين مهوم يقدر أنكم لا لا يعطيكم هذا وهذا وهذا وأنتم ما ديرك تحسبو هذا ليس نصيل أي طريقة أعطاها لكم هذه بالحساب نبدأ ندير تنسوبي تلطول معدها هذاك على هذاك هذاك على هذاك حتى نلقى اللي خصني هو اللي نحسب أبنائي إذن هذا كان بالنسبة إلى يعني ملخص الهندسة للفصل أو السنة الثالثة متوسط أي تلميذ أو لا تلميذ عنده سؤال لا استفسار خليه لي في التعليقات نجاوب في أقرب وقت ممكن وكما أقول كالعادة أبنائي بتوفيق إن شاء الله